نضم التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي احتفالية بمدينة العياط بجيزة لتقديم المساعدات لأهلين في المدينة وخلال الاحتفالية وزعت جمعية الأرمان نحو 45 كرسيا متحركا لأهلين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وكذلك كميات من المساعدات الغذائية والمزيد فزميل بسم أبو العنين مرسل تلفزيون النصرية التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي هو تحالف في الأساس أقيم ليجمع تحت مظلطية الجمعيات الأهلية التي تعمل على خدمة مجتمعنا وخدمة الحالات المستحقة من المجتمع من أهلين في كل ربوع مصر لتقديم يد العون لهم في كل الاحتياجات التي يحتاجونها سواء كانت احتياجات طبية أو احتياجات تعليمية أو احتياجات لأجهزة تعوضية أو غذائية وإلى آخر ليكفيهم شر مد اليد وشر الحاجة والعوز الجمعية الأرمان اليوم وبالتعاون وتحت مظلة التحالف الوطني لعمل الأهل التنموي أقامت في مدينة ومركز العياط في جنوب محافظة الجيزة احتفالية كبرى قدمت خلالها نحو 45 كرسيا متحركا للمرضى وذوي الهمم المحتاجين لمثل هذه المساعدات الطبية الأساسية والعاجلة فضلا عن توزيع لشنط بها لحوم لهذه الأسر المحتاجة وكانت هذه الأسر قد تواصلت مع مناديب الجمعية المتواجدين في نطاق قرى المركز لتقديم طلبات لما يحتاجونه بصفة عامة وتحديدا اليوم الذين يحتاجون إلى كراسي طبية وبفحص هذه الحالات وبالتواصل مع أصحاب هذه الحالات والتأكد من احتياجهم بالفعل واستحقاقهم لهذه الأجهزة الطبية التعوضية تم التواصل معهم بالفعل وتم إقامة هذه الاحتفالية وتقديم هذه الأجهزة الطبية للمستحقين من أهالي مدينة العياط وهذا يحدث تقريبا كل يوم في كل ربوع مصر ونحن اليوم في مدينة العياط من إحدى هذه الاحتفاليات لتقديم هذه المساعدات لأهالينا في قرى ومدينة مركز العياط بجنوب محافظة الجزاء إليكم الميكروفون ترجمة نانسي قنقر